السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الغليين أحلى شباب شباب تانية سنوي تعالوا يلا نشوف كلمات الدرس الأولاني والتاني في كتاب المعاصر وده في الوحدة التسعة يونت ناين طبعا عنوان الوحدة دي حبايا بشكل ما شفناها كونسيرفاشن كونسيرفاشن لعملية الحفاظ على البيئة والحفاظ عموما أول كلمة حبايا بي كلمة بايو دايورسيتي بايو دايورسيتي بايو دايورسيتي يعني التنوع البييولوجي يعني تنطبع على تحدي يعني حماية البيئة يعني تماما أو بالضبط يعني بس استكشفية يعني أحسب كان أوقات نايتف انهابتانس نايتف انهابتانس نايتف نايتف پريزيرف 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 رواردين 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 سكولرشيب سكولرشيب سلايتلي سلايتلي سبيشيز 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 سيرفايفل 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 تعالوا شباب نشوف الامبورتنت في الكابل اللي هو مدهالي عندنا كلمة ادفيرت ادفيرت ليا ادفيرت سممت يعني اعلان باريور يعني حاجز أوسات باي باي والخليج كيروين كيروين يعني مهتمة أمراي كالاني كالاني ده المستعمرة كالرفول كالرفول يعني زي الألوان في كالر ده حبابي وكلمة كالر دي دي يعني ملون بس لما كالرفول يعني زي الألوان كمبلاين كمبلاين يعني يشكو كورل كورل كونسل كونسل كورل كورل كونسل كونسل كرياتشر كرياتشر كروب كروب ديجيتل 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 دايور دايور economy economy endangered endangered insure insure exotic 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 face 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 female 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 livestock 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 male male monitor 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 original 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 partly 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 progress progress reinforced reinforced relies relies recognize recognize recycling recycling reef 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 rides rides sports field sports field starfish starfish state state support support task task threat 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 task 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 threat حبا يبيد اتحديد threat اما task اللي هو سن الفيل او نابل فيه تعالى الشباب نشوف بقى الكلمات في صفحة 14 عندنا fight fault fight fault first first generation generation industry 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 involved involved keep kept keep kept limit limit typical 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 unique 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 variety 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 waste 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 well known well known well known wildlife 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 طبعا حباب هنا ميديني الديفنيشنز او اهم الديفنيشنز اللي موجودة عندي عندنا كلمة بايو دايورسيتي ودي معناه التنوع البيولوجي اللي the variety of plants and animals in a particular place او بقول لي التنويع والتشكيلة بتاعت النباتات والحيوانات اللي موجودة في مكان محدد challenging حبا بي دي صفحة بمعنى تنطوي على تحدي يعني معناها interesting but difficult to do شيقة ولكن صعبة ان انا اعملها عندنا كلمة اكسبديشن اكسبديشن حبا بي يعني بعث استكشافية اللي a long and carefully organized journey to an unfamiliar place يعني رحلة طويلة منظمة بشكل حريص لمكان غير مألوف the people that make a long difficult journey to study or know about wildlife ممكن كمان تبقى عيدة على المجموعة نفسها اللي بتعمل الرحلة دي عندنا كلمة native inhabitants native inhabitants حبا بي لو ما السكان المحليين the people who first lived in the country دول اول ناس عاشوا في البلد بقول عليهم natives يعني سكان الاصليين عندنا طبعا كلمة preserve preserve بتاو كلمة save يعني يحمي دي معناها to save something or someone from being harmed or destroyed ان انا بحمي شخص او بحمي شي من انه ينضر او يتضمر معناها كمان حبا بي to store food for a long time after treating it so that it will not decay طبعا معناها كمان انا بحفظ الطعام لمدة طويلة بعد ما علجته عشان ما يتحللش عندنا كلمة scholarship scholarship حبا بي يعني منحة دراسية قال للمنحة الدراسية دي an amount of money that's given to someone by an educational organization to help pay for their education قال لتكمنية الفورس حبا بي او المبلغ المالي اللي بيعطى لشخص ما عشان من منظمة تعليمية عشان تساعده ان هو يدفع لي التعليم بتاعه عندنا شباب اخر definition معنا هو كلمة species species حبا بي بمعنى نوع او انواع فصيلة او فصائل قال لأ قال لدي مجموعة حبابي من نباتات والحيوانات اللي لها نفس المميزات يعني متشبهة وتقدر تتزاوج وتنتق صغر طبعا حبابي اللي مدهالي في صفحة مئة وسبع عندنا كلمة face a problem face a problem يعني يواجه مشكلة يعني يكافح التلاوث يعني يبقي نظيفا يعني يوفر تسلات عندنا كلمة يعني يستحم make a decision يعني يتخذ قرار make space for يعني يفسح المجلة stay calm يعني يبقى هادئا عندنا طبعا السنان المزل موجودة عندنا كلمة native حبابي كلمة native قلناها بمعنى اصلي ودي معناها original native كمان حبابي بمعنى citizen يعني مواطن preserve بمعنى ودي بمعنى conserve or protect عندنا rewarding حبابي بمعنى مجزي ودي معنى satisfying pleasing or worthwhile طبعا من دين الانتنمز الكلمة وعكساها عندنا كلمة challenging اللي هو ينطوي على تحدي ودي صفا عكساة طبعا easy سهل او on inspiring يعني برضو سهل عندنا كلمة male اللي يعني ذكر عكساة female انسى native دا المحلي immigrant دا المهاجر عندنا كلمة native كمان معنى مواطن عكسا foreigner foreigner طبعا ايجي هنا or outsider outsider برضو بمعنى اجنبي اوافد عندنا كلمة rewarding rewarding يعني مجزي عكساة طبعا unrewarding unrewarding يعني غير مجزي طبعا حبابي بصفحة مية وتمانية مديني بقى المشتقات عندنا كلمة challenge دا verb بمعنى يتحدى وكمان تمشي noun اسم بمعنى التحدي بايزا challenge تمشي لتنين اسمه فعل بولي accepted to challenge يعني قبل النوع يتحدى me to tennis game طب challenge له معنى تحدي قال له accepted my challenge لو سألتك هنا الا عرفن انها اسم هتقول لي قبلها حبابي بصفة ملكية وصفة الملكية لا يأتي بعدها الا اسم عندنا كلمة challenging داية adjective صفة بمعنى بي تحدي لما قولا enjoy challenging tasks يعني انا بستمتع بي المهمات اللي فيها تحدي challenging هنا صفة لكلمة tasks عندنا conserve دا الفعل حبابي وده بمعنى هزون او يحافظ وده بيتساوي كلمة save وبتساوي كلمة protect بقول لي it's our duty to conserve the environment يعني واجبنا ان احنا نحمي البيئة عندنا كلمة conservation دا الاسم بتاعي يعني هو واجبنا الحفاظ على البيئة دا واجبنا conservationist دا حبابي الشخص المحافظ على البيئة conservationist try to protect the environment او بيحول انه ما يحمي البيئة عندنا طبعا conservative conservative وده حبابي adjective صفة بمعنى محافظ مستر محمد is a conservative person يعني شخص محافظي هنا conservative صفة الكلمة person بمعنى محافظ طبعا عندنا كلمة inhabit حبابي دا الverb وده بمعنى يسكن او يقتن لمولي the fairs الفرعنة inhabited Egypt thousands of years ago يعني ساكنه مصر منذ الاف السنين inhabitant دا بقى الساكن نفسه او القاتن وده اسم حبابي يعني سكان الجزيرة دي بيكلمه ازماني عندنا كلمة inhabited دي بقى adjective حبابي بمعنى مسكون او مأهول بقول لي دي مأهولة بالسكان وليست مهجورة خلي بالك كلمة deserted معنى مهجور عندنا حبابي كلمة preserve حبابي بمعنى يصون او يحمي بقول لي طبعا الملح بيستخدم للحفاظ على بعض الاطعمة عندنا كلمة preservative دي مادة حفظة حبابي وده اللي يتبقى موجودة في معظم الاكل المعلب ان احنا بنشتري من بره بقول لي salt is a preservative for some food اهنى حبابي بيكوارها نون اسم preservation اللي دي عملية الحماية والصيانة بقول لي salt is used for the preservation of some food يعني بيستخدم لحماية بعض الاطعمة ذاهنة برضو من علامات الاسماء preserved حبابي بمعنى محفوظ مش محزوظ حبابي بدي محفوظ بقول لي some preserved foods are harmful يعني بعض الاطعمة المحفوظة دي انضرة طبعا لو بصينا بقى حبابي على expressions اللي هو من دهاني عندنا كلمة colored coral بمعنى المرجان الملون coral reefs بمعنى الشعب المرجانية gonna trip يعني يزب في رحلة in digital form يعني بصغة رقمية ready for مستعد لي red sea coast لو ساحر البحر الاحمر tourist industry النشاط السياحي unique biodiversity تنوع البيولوجي الفريد عندنا طبعا interested in مهتم بي involved in معناها منشغل او متورد فيه land animals الحيوانات البرية original state يعني الحالة الاصلية عندنا كلمة well non for يعني مشهور بيه so famous for what's more يعني بالاضافة لذلك بتسوي كلمة more over work on a form يعني العمل في المزرعة تعالوا نشوف البربوسيشنز اللي هو من دهالي apply بتاخد حرف الجر for يتقدم لي care بتاخد حرف الجر for لكن take care حبيبي دي بتاخد حرف الجر of take care of fight for يقاتل من اكل fight again look after يعني يعتني بي love طبعا ممكن يجواراته المزر او فعل فيه ing بس لو جواراته والمصدر يبقى الان لكن ده عموما play with يعني يلعب معه stop from يعني يمنع من تعالوا شبابنا بقى نشوف اهم language notes اللي هو مدهالي في الدرس الاولاني والتاني اول كلمة عندنا كلمة will known عندنا will known ممكن يجي معها as ممكن يجي معها for ممكن يجي معها to وهنا بيختلف المعنى will known as يعني معروف كا او مشهور كا بجيب الحاجة اللي هو مشهور بيها سواء كانت وظيفة او مهنة او ميزة هو مشهور بيها لما اقول محمد صلاح is well known as a footballer او يعني هو مشهور كلاعب كورة ايجيبت is well known as a peace loving country يعني مصر مشهورة بانها بلد محبة للسلام خلي بالكوا حبابي كلمة peace loving صفة بمعنى بلد محبة للسلام طبعا will known لو جي معها for قال لي حيجي لي وراها اسم يدل على سبب الشهرة يعني will known for حيجي وراها ومشهور لي محمد صلاح is well known for his skills يعني معروف بمهاراته بقى هنا بقى معناها مشهور بي او معروف بي a swan is well known for its warm weather يعني معروفة بي او مشهورة بي تقصها الدافي will known to حجيب بقى الناس اللي هو معروف عندهم او مشهور عندهم بيبقى شخص او اشخاص لما اقول محمد صلاح is well known to football fans all over the world يبقى ايزا معروف عند كل مشاجعين الكرة في العالم a swan is well known to tourists اقول ان اصوان مشهورة لدى اسرية عندنا حبابي كلمة dangerous dangerous طبعا بمعنى خطير ودي بتسوي كلمة serious serious برضو بمعنى خطير ودي صفة فلما قول يعني مرض خطير يعني ما كان في موقف خطير ادنجرس هنا صفة لديزيز ودنجرس هنا صفة لسيطوائشن كلمة danger دى الناون حبابي دى الاسم وده معناها الخطر keep children away from danger يعني ابعد الاطفال بعيد عن الخطر كلمة endanger بقى حبابي يعني لو انا زودت ال prefix in اللي هنا حبق معناها يعرض للخطر وده حبابي فعل لما قول don't endanger children يعني لا تعرض الاطفال للخطر طب endangered لو انا حطط لها ايدي اللي بقت صفة بمعنى معرض للخطر يعني لما قول they might die out soon بقول ان الاسود معرضة للخطر لانها ربما تنقرت قريبا the people who live in this old house are endangered بقول الناس اللي عيشة في البيت الاديم دى معرضين للخطر طب endangeredment اللي دى الناون دى الاسم he was arrested for child endangerment بقول لي هو قبض عليه لتعريضه حياة الاطفال للخطر عندنا حبابي ميدين الفعق بين schooling و scholarship طبعا الاتنين مختلفين تماما كلمة schooling دى التعليم الدراسي التعليم اللي احنا عارفينه بتساو كلمة education كده لما قول my mother had only three years of schooling اه يعني بقول لي ان ماما قضت تلات سنين في تعليم طيب اما scholarship دي بقى معناها منحة دراسية بشكل ما قولنا منحة دراسية دي معناها من حد بيمول شخص عشان يكمل تعليمه samawana scholarship to the german university يعني كسبة منحة دراسية للجامعة الالمانية عندنا كلمة diversity حبابي معناها variety وده التنوع او التعددية بقول بيقول لي ان المجتمعات الحديثة يجب ان تحترم التنوع الثقافي طب طبعا عارفين ان بايو ده حبابي بمعنى حي او خاص بالبيولوجي لما ييجي دايما قبل اي كلمة طيب فلما اقول يعني لازم نحمي لازم نقوم بحماية التنوع النباتي والحيواني اللي موجود في الغبات يبقى لاحل شكل ما قلنا ان بايو دي متعلق بالكائنات الحقيقة طيب يعني لما اقول بيولوجي بقى ده علم الاحياء بايو كيمستري بقى دي الكيميا الحيوية او الكيميا العضوية لو عجبك الفيديو يلا لايك وشير لكل زميلك عشان الكل يستفيدوا يتابعونا في الدروس اللي جاية ان شاء الله جود باي السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة